في صيح البخاري عن عمران ابن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك شيئاً في بيته فيه تصاليب إلا نقضه تصاليب إلا نقضه في رواية تصاوير قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ورواية الجماعة أثبت تصاليب جمع صليب كان صلى الله عليه وآله وسلم يزيل هذا الصليب إذا وجد في بيته من جراء أن يكون في ثوب أو فيما شابه ذلك كان ينقضه ويزيله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رمز لما عُبِد من دون الله عز وجل ومن ثم فإن على المسلمين أن يحذروا في مثل هذا الزمن من شراء ملابس فيها تصاليب أو أدوات مدرسية أو مفارش أو آني أو ما شابه ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقضها وكان يزيلها وهذا يدل على تحريم شراء هذه الأشياء التي فيها صليب وكذلك يجب على التجار أن يحذروا وأن يخافوا عقاب الله عز وجل